أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قل الشيء اللي وذكاه يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلمت سليما كثيرا إلى يوم الدين الله عز وجل في مطلع سورة الكهف حينما ذكر تنزيل هذا الكتاب ذكر العلل والحكم من هذا التنزيل فقال سبحانه وتعالى قيما لينذر بأسا شديدا من لدن فالحكمة الأولى هي الإنذار لينذر بأسا شديدا من لدنه وهنا تنبَّى سلمك الله أن غالب القرآن هو إنذار لا تبشير فحينما تريد أن تنظر إلى آيات القرآن وتوازن بين آيات البشارة فيها وآيات النذارة فيها ستجد أن آيات النذارة أكثر من آيات البشارة بل إن آيات النذارة التي هي النار، الجحيم، التخويف، التهديد، ذكر الريح والزلزلة، الخسف ونحو ذلك هذا آيات الوعيد في كتاب الله عز وجل حينما أخصيتها تبلغ ضعفي آيات الوعد الجميل منه سبحانه وتعالى فالآيات التي فيها ذكر الجنة، الرحمة، إنزال الرزق، اللطف بالعباد الرحمة في أمور دينهم فيما يخص المال والبنين الرحمة فيما يتعلق بهم بعد النشر في يوم القيامة ونحو ذلك حينما تتأمل في هذه وتلك وتحاول أن تحصيها لتخرج بنسبة معينة ستجد أن آيات الوعيد تقارب الضعف من آيات الوعد الجميل وذلك أن الإنسان يصلحه التخويف أكثر مما يصلحه الرجاء الناس فيما يتعلق بإصلاح نفوسهم الخطاب الذي يناسبهم ويكون فيه نجاتهم ومصلحتهم في الدنيا والآخرة هو على ثلاثة أنواع إما خطابه يتعلق بالحب وهو رأس العبادات وهذا النوع من الخطاب مع أنه هو أجل الغايات أي أنك تعبد الله عز وجل من أجل حبك له ولكن الخطاب المتعلق بهذا النوع من العبادات قليل جداً في الكتاب والسنة وذلك أن أكثر الناس لا يصلحهم هذا وإنما هذا من خاصة خاصة خلق الله عز وجل أنهم يعبدون الله حباً له فيصلي محبةً لله يتصدق حباً لله يسبح لأن الله عز وجل قد ملأ أركان قلبه فهذا النوع هو أفضل أنواع العبادات الخطاب فيها قليل لأجل أن الناس لا يصلحهم هذا الخطاب في أغلبهم وإنما هذا كما ذكرت لك إنما هو من أحوالي خاصة الخاصة ثم بعد ذلك دونه خطاب الرجاء وهو كثير في كتاب الله وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وفي كلام أهل العلم لأن كثيراً من الناس يصلحه أن تقول له إذا فعلت كذا وكذا فلك كذا وكذا صلي لتدخل الجنة بر بوالديك لترفع في الدرجات جاهد في سبيل الله لتجد عند الله عز وجل ما وعدك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم للشهيد عند ربي ست خصال مثلاً فهذا وعد جميل من الله وهذا يصلح فئة من الناس ليست بالقليلة كثيرة ولكن أكثر من هذا بل هو الغالب على أحوال الناس أنه لا يصلحهم لا النوع الأول من الخطاب ولا النوع الثاني من الخطاب وإنما يصلحهم النوع الثالث وهو خطاب التخويف والتهديد والزجر ولذلك تلحظ مثلاً أن الناس في كل بلدان العالم حينما يقل لهم طبقوا نظام المرور مثلاً فتجد أنه إذا لم يحزم على الناس في تطبيقه تجد أن الذي يمتثلهم أنه فيه مصلحة لهم وحماية لأرواحهم وممتلكاتهم واضح الخير للإنسان نفسه إذا امتثل هذا لكن في الأخير تجد خمسة في المجتمع ثمانية في المجتمع في المائة عشرة بالكثير تجد عشرين في المائة من المجتمع يمتثلون ذلك لأجل أنه فيه مصلحة لهم بينما تجد أن ثمانين في المائة من المجتمع لا يلتزمون بهذه الأنظمة إلا إذا حزم عليهم صار فيه نظام ساهر تجاوزت مئة وعشرين ثلاثمائة ريال قطعت الإشارة تسعمائة ريال كررت المخالفة سجن ثلاثة أيام كررت ثالثة سحب للرخصة ونحو ذلك كل بلاد العالمين لما يفعل معهم هذا تجد أن الناس كل الناس تمتثل من شاء ومن كره فيصلح الناس بهذا ولذلك كان من شروط السياسة الشرعية الحزم فلا يصلح الملك بلا حزم أبدا وسيأتيك هذا في قصة ذا القرنين أن العدل في الملك لا بد فيه من حزم لا يصلح الملك بالرحمة أبدا وإنما الملك لا يستقيم إلا بالقوة بالحزم ولذلك الذي يصلح أحوال الناس إذا أرادوا لأنفسهم الصلاح ما قاله الله عز وجل هنا حينما قال ماذا في أول الأمر لينذر إيش بأسا شديدا من لدنه فإذا أردت أن تصلح نفسك لا تمنيها أخي سلمك الله وأنت ترى مع تقصيرها في الواجبات وانغماسها في المعاصي وأفعال كثيرة وتقول أنا أريد أقرأ آيات الجنة آيات النار صعبة علي ما أريدها يعني تسبب لي ربك كذا وقلق في الحياة لا حبيبي اجعلها تقلقك ليل ونهار اجعلها تفزعك اجعلها تصب على قلبك أنت بحاجة إلى هذا وأكثر الناس وكلنا ذاك الرجل بحاجة إلى آيات النار آيات التهديد آيات التخويف آيات الزجر آيات العذاب بحاجة إليها ماسة جدا من أجل أن تنجو لما تنظر إلى ورائك فتلحظ أن هناك ما قد يدركك وأنت تخشى منه فتهرب إلى الأمام ففرق بين أن تطلب شيئا أمام عينيك فقد تتواكل وقد تتخاذل لأجل النفس ضعيفة لكن إذا كان هناك ما يطردك من خلفك والسياط من وراء ظهرك أبدا ما يكون لك إلا أن تهرب إلى ربك سبحانه وتعالى فجاء هنا لينذر بأسا شديدا من لدنه ثم قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وهذا لأجل ما سبك ثم قال ما كفين فيه أبدا والمكث وطول المدة والمقصود هنا مدة لا تنتهي غير منقطعة تماما ثم قال سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا ما لهم به من علم هذه هي الغاية الثالثة من تنزيل القرآن انذار بشارة ثم عاد الانذار مرة ثانية فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل وتوحيده وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا والذين قالوا اتخذ الله ولدًا هم ثلاثة أصناف من الناس هم مشركوا العرب حينما جعلوا بنات لله عز وجل واليهود حينما جعلوا عزيرًا ابنًا لله والنصارى حينما جعلوا المسيح عيسى عليهم السلام أيضًا جعلوه ابنًا لله عز وجل فالله هنا يهدد هؤلاء بقوله سبحانه وتعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدًا ما لهم به من علم ولا لآبائهم فهذا الادعاء حينما ادعوه في قضية عظيمة كبيرة جدًا هم يقرون بأن الله عز وجل هو الإله الثلاثة هؤلاء كلهم يقرون بأن الله هو الإله ولكنهم يجعلون مع الله آلهةً أخرى لا يجعلونها في قدره وإنما تقرب إلى الله زلفة لا عزير ولا المسيح ولا الملائكة عليهم الصلاة والسلام جميعًا من يعبدهم يجعلونهم في مقامٍ واحدٍ مع الله لا وإنما يقربون إلى الله عز وجل فالله هنا يقول حينما أقررتم بأني أنا الله سبحانه وتعالى هو الله فزعمتم بعد ذلك أن له ولد فكيف زعمتم ذلك؟ هل هذا بعلم أو بغير علم؟ فوصف الله عز وجل قولهم هذا بأنه ما لهم به من علم ولا لآبائهم يعني جهل متراكب لسنوات طوال وهم يزعمون أن الله عز وجل جعل له الولد وكيف يليق بإله يجعل له ولد ولذلك يعني في القضية العقلية البدهية لو كان تقدَّس الله عز وجل عن ذلك لو كان له ولد فهذا الولد إما أن يكون إله أو يكون أو يكون مألوه أليس كذلك؟ ليس هناك خيارٌ ثالث إما أن يكون كالذي ولده إله وإما أن يكون مألوه للذي خلقه فإذا كان إلهاً فكيف يكون كذلك وهو مخلوق؟ فإنه من المتيقن المجمع عليه بين كل العقل أن الإله لا يمكن أن يكون لا يمكن أن يكون مخلوقاً الإله الذي تنتهي إليه الغايات لا يمكن بإجماع العقلاء أن يكون مخلوقاً لأنه إن كان مخلوقاً فإن الذي خلقه هو أقوى منه فيتحكم فيه والإله لا يمكن أن يكون كذلك الإله الذي تنتهي إليه الغايات فلا يزعم العرب ولا اليهود ولا النصارى هذا الزعم وإذا كان معلوهاً فكيف يكون إلهاً إذا كان يعبد أو مخلوق فلا يصح أن يكون إلها فهو من جهتيه لا يمكن أن يكون إلها أبدا وقد جرى ذلك في كلام من جادل النصارى من أهل العلم كشيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم وكثير منهم فيه نقاش عقلي بديع في هذا الجانب ولذلك في هذا الزمن الذي تكاثر فيه النقاش والجدال بين الناس عن طريق الانترنت ووسائل الاتصال المعاصرة والقنوات ينبغي أن يتسلح المؤمن بمثل هذا تسلح بالنقاش العقلي الذي يحاج فيه أولئك وهذا من دلائل القرآن البينة فإن الله في كتابه نظرهم تارة بالعقل وتارة بالنقل وأهل العلم تبعا لما جاء في كتاب الله عز وجل قال بعد ذلك كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت كلمة كبرت بمعنى ضخمة وعظمة هذه الكلمة عظيمة وكبيرة في سوئها وجهلها سوئها لأنهم ما تفكروا فيها وجهلها أنها مناقضة للعلم كله مهما كان هذا العلم مناقضة للعلم العقلي مناقضة للعلم النقلي مناقضة للعلم الفطري فهي مناقضة لهذه الأنواع الثلاثة من العلوم فيقول الله عز وجل كبرت عظمت هذه الكلمة في سوئها وجهلها ثم قال كلمة وكلمة هذه إعرابها تمييز ويخطئ من يعربها بغير ذلك تمييز وهي تمييز لمضمر فتقدير الكلام كبرت الكلمة كلمة هذا المضمر الذي حذف لأجل عدم الحاجة إلى ذكره هنا ميز بقوله كلمة ودلالة هذا التمييز معناه أي من جهة البلاغة تمييز هذا عند النحويين أو عند البلاغيين عند النحويين نعم حينما نقول تمييز فمعناه هذا الجانب الذي تعلق بالنحويين دلالته البلاغية هي التعجب أي أنه سوء وجهل عظيم جدا يتعجب منه كل من تأمل وتفكر ولو قليلا فهذه دلالته من جهة البلاغة كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذب هذه الكلمة التي خرجت هل خرجت من عقول فدبرت هل خرجت من قلوب تأملت لا وإنما خرجت من أين من أفواه من طرف اللسان يعني قضية عظيمة كبيرة جدا في غاية الأهمية ثم إذا أراد أن يتكلم فيها إنما فقط هو أن يحرك لسانه وهذا دليل على ماذا على جهل هذا المتحدث لأن الأمور العظام لا ينبغي أن تتحدث فيها من طرف لسانك وإنما ينبغي أن تديرها في ذهنك وأن تعود إلى قلبك ثم يعود الكنام إلى لسانك فتتحدث عن تأمل ونظر بين ظاهر فالله عز وجل يقول في نسبة الولد إلى إلهكم تكلمتم هكذا هذا لا يليق أبدا ثم قال سبحانه وتعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا هذا قولهم ما موقف النبي صلى الله عليه وسلم قال سبحانه وتعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم فلعلك جاء العتاب هنا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم عتابا رقيقا لطيفا لعلك هذه كلمة جاءت فيها شيء من العتب من الله إلى حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا العتب يتعلق بأي شيء بالحرص الشديد على الدعوة نبينا صلى الله عليه وسلم كان من حرصه على هداية الناس يكاد أن يقتل نفسه أن يهلك روحه صلوات ربي وسلامه عليه من أجل حرصه على هداية الناس ومحبته للخير لهم وأن ينقلهم من الضلال والظلام إلى الهداية والنور فالله عز وجل عاتب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في هذه القضية وهذا تابع للقاعدة الربانية التي نطق بها محمد صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح أعطي كل ذي حق حقه الدعوة عبادة نعم لكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن تتعدى هذه الدعوة حدودها وما جعله الله عز وجل لها فالدعوة نعم احرص عليها قم ونم أنت وإياها قل واشرب من أجلها عش حياتك داعية إلى الله سبحانه وتعالى آمي رب المعروف ناهيا عن المنكر ولكن إياك حتى في الدعوة أن تقصر في حق غيرك من أجل هذا الحق حق الدعوة فلا يجوز ذلك بأي حال من الأحوال فلا يجوز أن تقصر في حق نفسك زعماً أنك تدعو إلى سبيل ربك فنبينا صلى الله عليه وسلم هنا من شدة ما قر في قلبه من محبته لهداية الناس كاد أن يضر بجسده صلوات ربي وسلامه عليه أن يهلك نفسه فأنزل الله عز وجل عليه هذا العتب لا ليس هكذا الدعوة وإنما حد الدعوة أن تحرص على هدايتهم دون أن يبلغ ذلك الضرر إليك أو إلى غير هؤلاء المدعوين لا لا تضر بنفسك ولا بأهل بيتك ولا بجيرانك ولا بوالديك ولا بأحد من الناس من حولك ولا بوظيفتك وعملك لا تضر بأحد من أجل دعوتك وإنما أعطي كل ذي حق حقه فقال الله عز وجل له هنا فلعلك باخع نفسك لعلك مهلك هذا معنى باخع البخع في اللغة هو الإهلاك والقتل فلعلك قاتل لعلك مهلك نفسك يا محمد وكذكر الزمخشري في كلام من بديع له أن البخع في اللغة مأخوذ من البخاع والبخاع هو عرق في وسط الرقبة في آخرها إذا كنت تعرف الموضن العمود الفقري العمود الفقري فيه الحبل الشوكي هذا داخل العمود الفقري لا يجعلون هذا البخاع عرق يسير مع العمود الفقري في الجزء الأخير من هذا العظم يعني من أعلاه يسير من الرأس إلى أسفل الظهر يقول والعرب تعرف ذلك هذا الزمخشري وهو حج في اللغة فيقول بأن القتل حينما يبلغ أشده في أحلك صوره إذا وصل إلى هذا البخاع بمعنى أنك بإمكان أن تقتل إنسان أن تذبحه من هنا أو تذبح ذبيحة من هنا ولكن لا يبلغ هذا الذبح إلى عرق البخاع فيكون هذا قتل لكن ليس ببخع فإذا بالغ الذابح في ذبحه ووصل هذا العرق قيل إيش بخع ذبيحته فيقول الزمخشري بأن الله عز وجل استخدم هذا وهذا لا يعرف إلا في القرآن هذا الاستعمال من مفترعات كتاب الله عز وجل لم يأتي في شعر ولا نثر قبل هذا الكلام العربي العظيم المعجز الذي أنزله الله عز وجل أي هذا الاستخدام في هذا الغرض فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أسفا بمعنى حزن والأسف هو الحزن الشديد فلعلك قاتل نفسك حزنا عليهم أن لم يهتدوا ولم يؤمنوا بدعوتك ثم يقول سبحانه وتعالى إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُوا عَمَلًا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا من قواعد لغة العرب أن الكلام إذا عُقِّبَ بِإِنَّا فإنَّا فيه معنى التعليل فالله عز وجل هنا لما ذكر ما سبق فيما يتعلق بالقرآن ومن كفر بما دل عليه هذا القرآن ثم بما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على إيصال القرآن قال بعد ذلك بجملة إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا هذه الجملة كالتعليل لما تقدر لماذا هذا لماذا أنزل الله عز وجل القرآن ولماذا الإنذار ولماذا البشارة ولماذا يا محمد لا تبخع نفسك وأنت تدعو هؤلاء قال الله إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا كل ذلك من أجل علَّة هذه العلَّة هي ماذا أن الله عز وجل خلق هؤلاء وخلق الزينة التي جعلها لهؤلاء من أجل أن يبلوهم أيهم أحسن عملا إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا فالعلَّة التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق وخلق الزينة للخلق هي أن يبلوهم أيهم أحسن أحسن تشمل أمرين أن يكون مخلصاً لله وحده سبحانه وتعالى وأن يكون صواباً متبعاً للنبي صلى الله عليه وسلم فالأحسن في القرآن إذا أطلق سواء هنا أو في غيرها من آيات القرآن كما في سورة التبارك وغيرها إنما يراد بها ما اجتمل على الأمرين أخلصه وأصوبه فلا تنشغل بالأول عن الثاني بإخلاص العبادة دون علم كطريقة الصوفية في هذا الباب ولا تنشغل بالثاني عن الأول كطريقة كثير من الفقهاء لو قلت له اشرح لنا كتاب الطهارة أو كتاب الحج أو كتاب الجهاد أو الحدود أو الطلاق لهذه لك هذة ولو سئل عن ألف مسألة لأجاب عنها بلا تردد فإن نظرت إلى عمله إلى عبادته إلى إخلاصه إلى تسبيحه لله إلى خشيته لله لم تجد شيئا فالأول جاهل والثاني جاهل والأول مسيء والثاني مسيء وإنما المحسن هو من جمع بين هذين الأمرين لنبلوهم أيهم أحسن عملا ثم قال سبحانه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا هذا أيضا تعليل لماذا الله عز وجل يقول لنا اتبعوا هذا القرآن خذوا ببشارته واحذروا من نذارته ما السبب أن الدنيا زينة ومعنى كونها زينة أي أنها ليست بحقيقة فهناك أمران يعيشهما كل واحد منا هناك حقيقة نعيشها في حياتنا وهناك زينة والله عز وجل أمرنا أن نتمتع بهذين الأمرين أن نعتبر الحقيقة وأن نتمتع بالزينة ولم ينهان سبحانه وتعالى عن الثانية لكنه أمرنا ألا واسمعني جيدا هنا سلمك الله ألا تضيع الأولى بسبب شغلك في الثانية فانتبه للحقيقة وتمتع بالزينة فإذا عارضت هذه الزينة الحقيقة قدمت الحقيقة على الزينة فإذا توافقت الحقيقة والزينة فهي متاع المؤمنين في هذه الحياة الدنيا فتنبه لذلك سلمك الله فيما يتعلق بفهمك لأمور حياتك فالله هنا جعل ما على الأرض زينة من أجل أن تتمتع بها في ظل تلك الحقيقة ثم قال سبحانه وتعالى يبين لك لما هذا تقول طيب أنا خلق الله عز وجل لي المرأة الجميلة لما لا أنظر إليها لما لا أتمتع بها خلق الله عز وجل لي طعاما جميلا لذيذا لكنه حرمه علي فلما يحرمه مع لذته في المطعم خلق الله عز وجل للناس أصواتا حسنة مطربة بديعة فلما يحرم الله عز وجل جل علينا أن نستمع إلى هذه الأصوات الجميلة الفاتنة لما لا أتمتع بها فعلل الله لك ذلك حتى ما تعيش في الطراب حتى ما تكون في الحياة قلق وحزين أن ذاك يتمتع بزينة وأنت قد حرمت منها لا ذاك تمتع بزينة وترك الحقيقة مثله مثل ماذا مثله أخي المبارك من أعطي شرابا وقيل له هذا الشراب من ألذي وأطعم ما يكون في الدنيا ولكن فيه سنتيمتر واحد سم وهذا السم لا يقتلك مباشرة ولكن بعد أسبوع أسبوعين يبدأ المرض يعمل في جسدك ثم هي أشهر وتموت فهو الآن ينظر في ماذا في زينة هذا العصير الطعام اللذيذ وينظر في حقيقته فالعاقل هنا يعتبر بماذا بالحقيقة التي مألها الهلاك الجاهل يعتبر باللذة فيقول أنا أشرب طيب ستموت دعني أموت بعد شهر ما مشكلة فإذا جاء الموت والهلاك بعد شهر بعد ثلاثة أشهر فطن ذاك إلى جهله حينما أخذ الزينة وترك الحقيقة أنت هنا كيف تنظر إلى هذا الأمر بهذه الصورة تركت نعم هذه اللذة الزينة من أجل أن الحقيقة هنا فاسدة فميزان الحياة عندك هنا هو هذا سلمك الله إذا اجتمعت الحقيقة والزينة فعض عليها فهذه لذة الدنيا والآخرة امرأة جميلة وفي نفس الوقت دينة احرص عليها وتزوجها وطرد وراءها امرأة دينة وليست بجميلة إن لم تجد من يجمع بينهما فخذها وافرح بها امرأة جميلة وفاتنا ليست متدينة اتركها هذه زينة خاوية من الحقيقة وهكذا سلمك الله في كل أحوالك مال جاه مراكب مساكن ملابس مشارب مطاعم قس حياتك الدنيا بهذا لي إيش لتأمن من شر الفتن أخي فالسورة هي سورة الأمان من الفتن فقال الله عز وجل يبين لك عظم الحقيقة ويعني بساطة الزينة فقال سبحانه وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا إذا كنت ما أدركت هذا في الدنيا فتأملوا في الآخرة متى تظهر الحقيقة كاملة وتمح الزينة في الآخرة فيقول الله سبحانه وتعالى وإنا لجاعلون تعليل آخر لك حتى تتفطن إلى اختيارك وإنا لجاعلون ما عليها ما على هذه الأرض إيش فيه صعيدا إيش الصعيد الصعيد هو ما على وجه الأرض ما على وجه الأرض يسمى صعيد ولذلك يسمى التراب الذي تتيمم عليه يسمى إيش صعيد فكل ما على وجه الأرض مما هو من أصل خلقتها يسمى صعيد وفي أغلب استعمالات لغة العرب أن الصعيد لا يطلق إلا على الأرض المستوية وهذا هو المراد هنا الاستعمال الأغلب لها أن الصعيد هو الأرض المستوية ثم وصف سبحانه وتعالى هذه الأرض بقوله جرزا والجرز هي الأرض التي لا تنبت فالله ينبهك هنا أن حقيقة الدنيا ستظهر في الآخرة فكل زينتها المال والبنون كما ذكرها الله عز وجل في داخل السورة قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا هذه الزينة التي تتلذَّذ بها في الدنيا كيف ستقوم في الآخرة لا شيء انتهت تزوجت أجمل النساء أرصدتك فيها ملايين ومليارات الريالات لا ترقب إلا أفخم السيارات لا تسكن إلا أكبر القصور لا تأكل إلا ألذ الطعام لا تشرب إلا ما تشتهي يخدمك الناس من يمين ويسار إذا قمت قام الخلق معك وإذا جلس جلس الخلق معك يحبونك يموتون في ذاتك كل هذا سيفنع سيكون ماذا؟ صعيد جرزة مستوي تماماً ولا كأن شيئاً حصل أبداً اختلف ما كان عما حصل وجرز غير منبتة مالك الذي تمتعت به في الدنيا لن تستفيد منه ولا فائدة في الآخرة إذا كان في الدنيا إما ستؤجر علي وإما ستؤذر أما ما أكلت وأفنيت فذهب مع الدنيا فنبهك الله عز وجل صعيد جرز كل شيء ما لك زوجتك أولادك لباسك كل ما يتعلق بك هو جرز منقطع لا نبت فيه إلا ما كان لله جل وعلا فتنبه أخي هذه الحقيقة التي يذكرها الله عز وجل إذا أردت إيش أن تنجو ومن ماذا؟ من الفتن لن تنجو من الفتن إلا بهذا النوع من الحياة بهذا النوع من فهم الأمور ليش بعض الشباب يفتح الانترنت يدخل مواقع بحية وحافظ القرآن أو عارف أنها حرام ويسمع في الخطب الجمعة والمحاضرات أن هذا ما يجوز ويعرف يقينا أن نظرة إلى هذه الصورة المحرمة أو جلسة مع الشباب في غيبة أو كذا وكذا لكن يفعل ليش ما عرف وزن الحقيقة وما يقابلها من الزينة فقدم الزينة على الحقيقة ولو فهم أول سورة الكهف لنجا من هذه الفتنة هو الآن واقع بل منغمس في فتنة ولو فهم فهما صحيحا لما وقع ولكنه غاب عنه ما دل الله عليه في مطلع السورة فوقع في شيء من الفتن ثم قال سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا بدأ الله عز وجل في القصة الأولى من قصص سورة الكهف وقد ذكر ابن إسحاق في السيرة وذكره أيضا ابن جرير في تفسيره بإسناد فيه ضعف أن سبب نزول هذه القصص في سورة الكهف أن كفار مكة جاءوا إلى اليهود وقالوا لهم إنكم قوم من أهل الكتاب تعلمون ما لا نعلم فحدثون بشيء نسأل فيه هذا الرجل يعنون محمد صلى الله عليه وسلم حتى نتبين صدقه من كذبه فقال اليهود لهم سلوه عن ثلاث فإن أجابكم فهو نبي وإلا فهو متقول قالوا وما هي قالوا سلوه عن فتية كانوا في الدهر وسلوه عن ملك طاف في الأرض في مشارقها ومغاربها وسلوه عن الروح فجاء كفار مكة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه عن هذه الثلاث فحرصا منه صلى الله عليه وسلم على هدايتهم بادر قال أخبركم عنها غدا ينزل عليه جبريل عليه السلام ويحدثني بها وأحدثكم وهذا من حرصه على هدايته الذي تجاوز به هو صلى الله عليه وسلم ما شرعه الله له ولكن سرعان ما تنزل الوحي في التعليم وهذا هو ديدن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يذنب الواحد منهم يخطئ ولكن الله عز وجل ينزل عليه مباشرة ولا يقر على خطئ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وهنا كذلك فلعلك باخع نفسك يا محمد ليش هذا الحرص جعلك تتقول للناس أنا أخبركم غدا وأين حكم الله وأين حكمة الله وأين أنتكل الأمر إلى الله يا محمد صلى الله عليه وسلم كان هذا في بداية الوحي فنزلت تأديبا وتربية للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وسورة الكهف مكية باتفاق أهل العلم كما يقول ابن عطية فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبركم بها غدا فجاء من الغد فلم ينزل الوحي شفت كيف التربية هنا وهذا لابد أن يعرف المتربي أن يعرف المربي كيف يربي من تحت يده هذا الله عز وجل يربي نبيه صلى الله عليه وسلم جاء من الغد ينتظر جبريل ما نزل جبريل من اليوم الثاني ما نزل جبريل فمرت خمسة عشر يوما ما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم فقال الكفار عن نبينا صلى الله عليه وسلم إنه قد جهل ولم ينزل عليه الوحي شوف كيف الآن الأمر يعني الله عز وجل كان بإمكانه أن ينزل جواب هذه القصص ثم يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم لا تقول لهم هذا مرة ثانية وإنما كل الأمر إليه هذا كان بالإمكان ولكن الله عز وجل لم يفعل ذلك لأن التربية في الحدث هي من أعظم طرائق القرآن في تربية المصطفى صلى الله عليه وسلم التربية في الزمن الحدث وهذا ظاهر بي وهو تابع لعلم تعرفونه جميعا وهم يسمى بأسباب النزول نعم بأسباب النزول ولذلك تلحظ أن القرآن كان يربي النبي صلى الله عليه وسلم ويربي الصحابة في الحدث مباشرة ونزلت مثلا سورة الأنفال في هذا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول ليست لكم لما تسألون عنها الله هو الذي يحكم فيها سبحانه وتعالى وكثير من هذا العتب من الله عز وجل في زمنه في زمن وقوع الفعل ولذلك من أفضل وأكثر سبل التربية تأثيرا هو التربية في زمن وقوع الخطأ لا أن يؤخر بزعم الرحمة المتربي بزعم أن دعوها بعد يوم يومين ثلاثة لا وإنما في حين نعم هي مؤلمة ولكن أثرها لا ينسى ولذلك هنا الله عز وجل اختار هذا لنبيه صلى الله عليه وسلم وقال له بعد ذلك ولا تقولني لشيء إني فاعل ذلك غدا ولذلك سبب النزول هذا وإن كان إسناده ضعيف إلا أن معناه قوي جدا ومناسب لسياق الآيات وتتابع أهل العلم على ذكره في كتب التفسير بالمأثور فلا بأس من ذكره ولا بأس من الاعتماد عليه أيضا في فهم هذه الآيات لهذين الغرضين أن السياق يدل عليه وأن أهل العلم قد تتابع على ذكره قال بعد ذلك سبحانه وتعالى أم حسبت أن أصحاب الكافي والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذا أول فتية إلى الكافي فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا أم حسبت هذه فيها شيء من اللطافة فيها عتب لطيف فيها عتب لطيف الله عز وجل يقول يعني هؤلاء الكفار وأنت يا محمد صلى الله عليه وسلم ومن كان معك من المؤمنين هل ظننتم أن هذا أعجب ما أنزل الله عز وجل ليس الأمر كذلك قصة هؤلاء الفتية عجيبة ولكن أعجب منها أن الله عز وجل خلقنا من نطفة أعجب منها أن الله عز وجل أنطقنا بعد بعد أن كنا بكما أن الله أسمعنا بعد أن كنا ثم أن الله فتح عيوننا بعد أن كنا عميا أعجب منها سلمك الله أنك كنت لا تدري عن شيء ولا تعرف كيف تشرب هذا الماء وأنت في يومك الأول والثاني لو أن أمك جديدة بكر ما تعرف فجاءت بهذا الماء وقالت إيش بنية يريد أن يشرب ماء ثم سقتك نصف كأس بالله عليك ماذا سيكون من حالك ستموت فمن الذي علمك أن تفتح فمك فتحة صغيرة وترضع من ثدي أمك رضعة تناسب حجمك وتحرك فكيك من أجل أن تمص الحليب من صدر أمك إلا الله عز وجل سبحانه وته هذا أعجب من الذي خلق هذه السماوات لا نرى فيها حوجة لا نرى فيها فطور من الذي زين هذه الأرض ومن ومن هذا كله أعجب من قضية قصة جرت في الدهر الغابر فيقول الله عز وجل العجب منكم ليس من هذه القصة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقين كانوا من آياتنا عجبا هم عجب ولكن غيرها من الآيات أعجب بكثير أعجب بكثير ولذلك قال الله عز وجل محمد صلى الله عليه وسلم لا تحرص عليهم كثير ليس كل ما طلبوا منك بادر إليهم ليس من كل ما قال لك هات آية قلت يا رب أنزل لي آية وهذا ليس له هو صلى الله عليه وسلم وليس لنا أيضا وجاءت تربية القرآن بهذا في مواطن كثيرة من القرآن وتعلمون هذا لكن لا نريد أن نستطرد أكثر مما نحن نستطرد أيضا فأنت نبه لهذه القضية سلمك الله أن العجب خذ هذه الخاتمة لهذه الآية أن العجب فيما بثه الله عز وجل من الآيات الكونية والآيات المتلوة في القرآن هو أعجب مما قص الله عز وجل من قصة هؤلاء الفتئة فإذا كان كذلك فلو كانوا سيؤمنون سيؤمنون من تلك الأعجب والأكثر دلالة فلا تحرص عليهم هذا الحرص بهذا القدر وإنما أسلك طريق ربك ودع أهواءهم ودع رغباتهم فالله عز وجل أعلم بنفوسهم وأعلم سبحانه وتعالى بما يهديهم وبما يصلح من أحوالهم لأنه سبحانه وتعالى هو الحكيم الخبير جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبار ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخ في هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك